في واحد ما تدلوش حققه في الانترو فلو انت هتدي له حققه لو عجبك النهار ده يعني مش تزم رأيه. مصطفى شلبي. ده هايل ما شاء الله. مصطفى و عمر جابر النهار ده ما شاء الله. و عمر جابر. و عمر جابر عشان في بعض الناس انتخذوه عشان كرة كده في الاخر. لا بس. طول المطش هايل. عمر طول المطش هايل. بس صراحة يعني بعيد عن الشرط الاول لشرط الاول ما فيش اي حاجة خالص لغني ازاك الشرط تاني غير. كله. غير. بس بسبب الجمهور طب يعني كويس. لا زيزو ما بسراحة زيزو يتغفر له اي حاجة الفترة الفاتدي يعني. زيزو ما شاء الله الراجل بيقدي بقاله كم سيزون. فانت لما هيوع منك مطش او اتنين او عشرة حتى. لا زيزو عنده يعني عندي رسل كبير جدا ما شاء الله عليه. يعني شايل النادي بقاله فترة كبيرة جدا يعني. في الظروف الصعبة دي وانت حتى وانت حتى وانت تراح في نادي الزمانك تعرضت الظروف مشابهة. كتير. اه كتصة ولا كتصيرا يعني. اه. المفوض اللعب بتاع الز بارك يعمل ليه في الظروف دي بقى. نفسيا وفنيا يعني. هي هي نفسيا ما بتلاقيش الدنيا احسن حاجة يعني. بس هي بتعتمد على خبرات اللعيبة واللعيبة الكبيرة اللي موجودة في الفر. احنا كان دايما معنا عبدالواحد وميدو وعمر زكي فتح الله الناس الكبيرة كلها. فكان دايما بتفصلنا عن المشاكل بتاع الشكابالة كان موجود. فكان دايما بيفصلونا عن المشاكل بتاع النادي تماما. يعني انت خلاص التمرين وارض الملعب وماطش هو الموضوع المختلف تماما على الادارة وعلى المشاكل في ادارة وعن الماديات وعن كل ده. فكان شوية الناس اللعبة اللي معنا بتاعرف تفصل. دلوقتي موجودش كبالة عبدالشافي. يعني في ناس برضو خبرات كبيرة جدا موجودة. بس هي المشاكل الاخيرة اثرت عليهم مشاكل كبير جدا. يعني اثرت على التيم والماديات اثرت على التيم. والناس ليها متأخرات فلوس كتير من السنة اللي فاتت. فهي يعني برضو انت بتعافش ظروف اللعيب ايه يعني. يعني مش عايز احكم على حد. بس هو في نفس الوقت لازم افصل. يعني لازم افصل بان عندي ماتش حياة او مو بالنسبالي. والحطة المادية. الحطة المادية انت تقدر تتكلم فيها براحتك جدا. وده حقك يعني. بس لازم تفصل في حطة دي. انت بتلعب بإيه نتزمالك وبتشارة نتزمالك. فالموضوع بيبقى كبير جدا يعني.